فكراً وموعظتاً كالدر يخرج من أصدافها درار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم والمساء أول خلفاء الدولة العباسية احفظ معي عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عن عبد الله بن عباس وعن أبيه هذا الخليفة أول خلفاء بين العباس كان يسمى السفاح هكذا جبروت وقوة وسطوة عجيبة يعني تكاد لا تتكرر في التاريخ أبو العباس السفاح كان يسمى لكن سبحان الله سبحان الله لكل يعني إنسان نقطة ضعف يعني أولوه كذا مدخل كانت زوجته يقال لها أم سلمة بنته يعقوب زوجة أبو العباس هذا الخليفة قد تزوجها من قبل أن يكون خليفة أيام القتال كان في قتال مع البني أمية وكذا وكانت امرأة جميلة عاقلة رزينة راجحة العقل فسلبت لبه وأطارت بصوابه وأحبها حباً حتى لا يكاد يرى ويسمع إلا ما ترى وما تسمع حتى أنه عاهدها من قبل أن يكون خليفة عاهدها وحلف لها بالأيمان المغلضة ألا يتزوج عليها ولا يتسرى يعني ما يأخذ من الجوال أبداً وكانت هي امرأة تحبه حباً عظيماً وتتحرى مواطن رضاه وتسعى وتتفانى في ذلك وكانت عاقل فاستطاعت أن تملك قلب الرجل فمع الأيام أصبح أبو العباس هذا الخليفة ودانت له الدنيا أصبح خليفة المسلمين الملك من المغرب إلى المشرق هو أبو العباس يسمى السفاح وفي يوم الأيام جاء رجل يقال له خالد بن صفوان وكان نديماً لأبو العباس صديقاً له يعني كان أحد الوزراء والمقربين له وكان يحبه ودائماً يعرف كيف يلاطف الخليفة وكيف كذا وكان صديق قديم له وفي يوم الأيام كان جالس أنت يا خالد بن صفوان مع أبو العباس الخليفة في جلسة سمر وكانوا يعني آخر أثنين ما معهم أحد يعني المجلس خلا بهم فقال خالد بن صفوان يا أمير المؤمنين قد دانت لك الدنيا وقد اشتوى الأمر لك وقد أصبحت خليفة المسلمين وأنت الرجل الأول في هذه الدولة وقد خضعت لك الرقاب وأنت لا تزال على زوجة واحدة إن مرضت مرضت وإن نفست نفست وإن يا أمير المؤمنين لما تحرم نفسك لذة النساء ما رأيت الدقيقة السمراء والنحيلة البيضاء والمهفحفات الخصور وأخذ يمدح وأخذ يزين له وما رأيت حسن الجوار وعذوبة أصواتهن وكيف وأخذ يزين له ويزين له ويزين له فغرفاه أنت يا أبو العباس وقال يا خالد ويحك والله ما سك مسامعي مذ عرفت مذ عرفت الكلام مثل ما قلت يا خالد ما أعذب وأجمل ما قلت فأعد علي أعد علي يقول خالد فسررت من ذلك أيما سرور يعني أنبسط أنه يعني عرفي يعني يعني كذا ويتفهم مع الخليفة وأنه يصل له رأي مسموع وكذا يقول فأعدت عليه الكلام وبالغت في الوصف وأكثرت وزدت في الإطنوب إلى أن يعني انتهت السمرة ويعني يقول إيش خرجت من عنده استبدعته الله ومشيت يقول خالد يقول خالد بصفوان يقول مشيت من عند الخليفة وأنا والله لا أشك في أعطيته وجائزته الرجال عن مبسط من كلام يكيد بيرسل لي ذحين هدية يقول خرجت من عنده وأنا أتوقع ذحين يجيني أحد يهديني هدية يكيد الخليفة كذا ما يبطي على طول الجازة يجيك على طول يقول وفي الجانب الآخر هناك خرج خالد وجلس الخليفة واجما يفكر فدخلت عليه أم سلمة زوجته فلما رأته متغير الوجه سارح شارد الذهن قالت يا أمير المؤمنين ما لك أو قد حصل ما تكرهه أو قد خرج عليك أحد الرعاية أو قد حصل كذا أو قد حصل كذا وهو ينزوي عنها ينزوي عنها ويحاول يدس بخبي لكن ما عاد أبو طبيع ما يكون بطبيع جات مننا وجات مننا إلى أن قالت بين الصديق الله هذا خالد بن صفوان الله كافية ويكت المكحر كلها ويعلمها بس سال قال لا قال لي كذا وقال لي كذا فاشتاطت غضبا وخرجت إلى بعض غلمانها وقالت اذهبوا إليه واطرقوا عليه الباب واضربوه وأخذت وأعطتهم هراوات قات اضربوه بالهراوات ولا تدعون فيه عضوا سالما ولكن لا تقتلونه وأخبروه أنني أنا من أرسلتكم إلي طبعا في الجانب الآخر هناك خالد بن صفوان جالس ما أدري هو بتردد يعني يوتر ولا ينتظر هدين أن تجي فبينما هو جالس كذا يعني يبي يصلي يبي أنتظر خاف أن أدخل في الصلاة يطرق الباب وإذا بالباب يطرق فقمت فرحا يقول فقمت فرحا وفتحت الباب وإذا بالهراوات من كل مكان تضربوه يقول يا الله لا أعلم ضربوني ضرب كنت أموت وقالوا هذه هدية من أم سلمة وصره يقول فجلست أيام مريض لا أقوى على مغادرة الأرض وبعد أيام أرسل إلي أبو العباس جهدا في طلبي فجاء نغسل وقالوا تعال إلى أمير المؤمن يريدك يقول فرأيت الموت لا إله أنا جل ورطني مع الرجال هذا يقول يقول فجئت إليه وإذا به قد جلس في نفس المجلس الخاص وفي جلسة خاصة لهم يعني وإذا به قد جلس على كرسي يعني على مكان كذا وقال تعال استرح جلس يقول فلما جلست وإذا خلفي باب عليه ستار يقول فأحسست بحركة خلف الستار فعلمت أن النساء أورى الستار يقول فقلت اليوم الله يخارجني منك اليوم بس فقال يا خالد قد أسمعتني قبل أيام حديثا عن النساء وجمالهن فأعد علي ما قلت قلت يقول قلت له يا أمير المؤمنين قلت لك أن العرب قد اشتقت اسم الضرة من الضر قال كيف قال نعم وقد قلت لك أن النساء الثلاث كأثاف القدر يغلي عليهن الرجل وما جمع رجل بين زوجتين وأكثر إلا واجتمع عليه الهم والغم قال ويلك أو قلت ذلك قال أقسم بالله ما قلت لك إلا هذا أو أن نسيت قال أيها اش قلت بعدها قال وقلت لك يا أمير المؤمنين إن بني مخزوم أم سلف من بني مخزوم إن بني مخزوم ريحانة قريش وإن عندك أطيب الرياحين وأنت تنظر يمن ويسر يقول فسمعت الضحك من خلف الستار ثم قال نعم صدقت صدقت يا خالد والله ما قلت إلا ذلك ولكن أمير المؤمنين قد قال على لسانك غير ذلك وقد تقول عليك قم قم راشدا وقم وانصرف راشدا يقول خرجت من عنده طالعت فيه قلت هذا وجه إن عاد أعطيك علم أنت ما حد ما حد يسوف معك يقول فرجعت إلى بيتي وما كاد أن يستقر في المجلس ورسول رسول أم سلمة مجموعة من الغلمان ومعهم الهدايا وعطتني عشرة آلاف درهم وملابس وأكسية وكذا فيقول قلت الحمد لله الآن عرفت الدرب خلاص عرف المفتاح وعرف الطريق المستقيم والحقيقة أنا أود أن أي إنسان كل رجل يخبب آخر على زوجته أن يحصل له مثل ذلك لأنه يعني أحياناً ما أدره من حرص أو من يعني حقد يخبب بعض الناس إخوته على نسائهم أو تخبب المرأة أختها على زوجها وهذا فيه لعن شديد فليتق الله فليتق الله كل منا لا تخبب أحداً على أهليك إن رأيته في حاله ومبسوط مرتاح إيش لك وإيش للناس أسر الله أن يحفظنا وإياكم من كل شهر ممكروف والسلام عليكم